نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مطارد خارج بلاده فيما محاكمته واقع لا لبس فيه هي المحاكمة الأبرز في العراق منذ محاكمة الرئيس السابق صدام حسين ولكن الصمت الإعلامي بشأنها من قبل الدوائر الرسمية قانونية كانت أم إدارية لا يتطابق مع أهميتها يقلل طارق الهاشمي من جدية المحاكمة واصفا إياها بالفوضى ويهدد في الوقت ذاته باللجوء إلى دول العالم التي يصفها بالقلق على واقع العراق خلف هذه السواتر الأمنية مقر محكمة الجنايات المركزية الموكل إليها النظر في قضية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الذي يتغيب عن جلسات المحاكمة لم يستبعد إصدار الحكم ضده بالإعدام ويؤكد رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي أن استراتيجيتهم في المرافعة تستند إلى قانون الجنايات لعام 71 ما يؤكد أنهم يتعاملون مع القضية كمحاكمة جزائية لا كقضية سياسية يأتي انطلاق محاكمة طارق الهاشمي في ظل حديث يتردد عن قرب عقاد مؤتمر وطني يتناول المأزق السياسي في العراق وهناك من يعتقد أن المسألة ليست بمخض الصدفة وإنما هي فاتحة لسلسلة محاكمات للتوظيف السياسي لا يمكن أن نقول أنها من قبل الصدفة أنا أعتقد كل شيء مخطط له لأن الذي طرح قضية السيد الهاشمي قال في نفس الوقت وفي عدد مناسبات أن هناك عدد من الأدلة ومن الأضابير ومن الفايلات الموضوعة تحت اليد لأناس كثيرين يتعلق موضوعهم بالإجرام أو بالمال لكن نتمنى على إخواننا وشراكنا في العملية السياسية أن ينظروا إلى هذا المصلحة المستقبل العراق كما ننظر وأن لا يقحم المؤمر الوطني بهذه المحاكمة المقربون من طارق الهاشمي وحلفاؤه السياسيون يشككون في نازاهة القضاء العراقي وفي قدرته على الفصل في القضية بمعطياتها وحيثياتها القانونية فقط لأني أعتقد أن القانون العراقي والقضاء العراقي اليوم يتأثر بقرارات أخرى قرارات سياسية؟ نعم قرارات سياسية أو قد تكون إملاءات خارجية أو قد تكون فسر كيفما تريد أما الهاشمي الذي يتوقع أن تكون نتيجة محاكمته محسومة مسبقا فيطالب بحماية دستورية في غياب التمييز في أصول المحاكمات بين المسؤولين والمواطنين العاديين عندما يصدر الحكوم وفق قانون مكافحة الهاب رقم 13 سنة 2005 هذا الحكوم يبلغ من وجهة النظر القانونية وعليه أن يحترم هذا التبليغ لمدة ستة أشهر لكن هذه الدعوة تبقى في المحكمة المجلعية المركزية في نفس المحكمة لا تذهب إلى محكمة التمييز لتصدق لكونها محاكمة غيابية المحاكمة إذن ليست آخر المطاف غير أن عيون العراقيين الشاخصة نحو قوس المحكمة تنتظر منه أن يثبت أنه صرح للعدالة أو أن يضاف إلى لائحة ضخايا التناحر السياسي في العراق ناهد أبو زيد بي بي سي بغداد